السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم من أب تولى عن حقوق الإنسان وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم كم من أم وأخت قالت إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله بعد أن شاهدوا أطفالهم مستهم البأساء والضراء كم من طفل لم يرجع إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن خافت عليه فلم تجد اليم لتلقيه فيه وتحميه إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل فكم من إسماعيل ذبح في اليقظة ينتظر فرج السماء رسالة الله عز وجل إلى جميع الملل والنحل أن القربان بالإنسان يغضب الرحمن فعاد القربان وعاد الوأد الجماعي تحت الركام تعاونت الأم والأخت وزوجة فرعون في إغاثة موسى الطفل عليه السلام فهل تعاون العالم كما فعلت النساء خاف الناس على أطفالهم من الجوع فقال لهم الله سبحانه وتعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقِ وَإِنَّ نَحْنُ نَرْضُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطُؤًا كَبِيرًا لم يعد خشية الجوع هو الهاجس عند الناس فالجوع والموت واقع وليس مجرد أحاسيس فما هو طوق النجاة في القانون الذي يعزفون عليه في وسائل الإعلام؟ قانون يحرم الإجهاد ويسكت عن وأد الأولاد والبنات والنساء جميعا تحت الركام كيف يقل إنسان نفسه وأطفاله نارا وقودها الناس والحجارة هي نار الدنيا وليست نار الآخرة واجبات الإغاثة قد تتقدم على صلاتك وصيامك وحجك أنت لا تمنع الموت عن طفل ما زال حياً ولكن قد يُكتب له النجاة على يديك لا يكلف الله نفساً إلا وسعها والله يعلم هل لك قدر على إحياء نفس تكاد أن تهلك فالحكم لقاضي السماء طوق النجاة برحمة الله الواسعة والله سبحانه يقول ورحمتي وسعت كل شيء الرحمة هي الهدف الأول لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهدف الأنبياء والمرسلين جميعاً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَادَمِينَ رسالة الرحمة للعالمين لا تقبل أن الأطفال يذبحون جائعين حفاة عراء يسامون سوء العذاب قانون الله سبحانه وتعالى قاله الأنبياء والخلفاء لجيوشهم لا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً ولا امرأةً ولا ناسكاً في صومعته فماذا يقول القانون الجديد؟ اللهم احفظ فلسطين وأهلها يا رب العالمين السلام عليكم اشتركوا في القناة